أكد مدير الأمن العام لواء الركن حسن الحواتم خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات أن المديرية تضع مكافحة المخدرات على سلم أولوياتها وستسخر كل إمكاناتها للحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم من هذه الأفة القاتلة كما أوعز إلى التوسع في خدمات العلاج لمتعاطي المواد المخدرة حرب على المخدرات ومرحلة عملياتية جديدة لمكافحتها سيكون عنوانها الحزم وضرب أوكار المتاجرين بأرواح المواطنين هذا ما أكد عليه مدير الأمن العام اللواء الركن حسن الحواتم اليوم خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات ووجه مدير الأمن العام خلال الزيارة إلى مواصلة وتكثيف الحملات الأمنية للتصدي لتجار ومروجي ومهربي المخدرات ومدهمتهم أينما كانوا مشيدا بالجهود المبذولة من كوادر الإدارة وما حققوه من إنجازات كبيرة في مواجهة تلك الأفة وأوعز الحواتم إلى إنشاء شعب وأقسام إضافية لمكافحة المخدرات للتوسع في التغطية الأمنية بكافة مناطق المملكة إضافة إلى رفض الإدارة بالقوى البشرية والأليات والمعدات الحديثة لمواكبة التغير الطارئ على أنماط جرائم المخدرات خدمات علاجية جديدة أوعز مدير الأمن العام بإنجازها من خلال استحداث مراكز علاج للإدمان في شمال وجنوب المملكة تساند جهود المركز الرئيسي في العاصمة وتسهل على طالبي العلاج ودعى مدير الأمن العام إلى الاستمرار بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والجهات المعنية لتحقيق أهدافنا المشتركة في القضاء على المخدرات وتجفيف موارده التوسع في الدور التوعوي وإشراك المواطنين ونشر الثقافة الرافضة للمخدرات والنابذة لكل من يتعامل بها هو ما ختم به الحواتم وأكد عليه لنكون سويا سدا منيعا حصينا يحمي المجتمع من المخدرات اشتركوا في القضاء